مشكلة الديون وإن الدولة دلوقتي بعد ما الدنيا وسعت منها وما بقيتش عارفة تلم موضوع الديون والإجراءات الجديدة المتعلقة بالدولار الأمريكي جد دلوقتي تحمل الشعب مسؤولية هذه الديون وتقول إن إحنا كنا بنصرف عليكم بعد ما تقولك إن الديون دي عشان الناس تبدأ دلوقتي الحكومة إنها تلطش في الكل عشان تسدد الفلوس اللي هي وراتتنا فيها وتبصت لقيها رفعت سيف الإزالات عشان تحل أزمة ضعف السيول هتقولي زي الكلام ده وإيه علاقة الإزالات اللي بتحصل دلوقتي للمباني والملكيات الخاصة بمسألة السيولة في البنوك اللي بنتكلم عليها نقولك إن ده مش كلامي ولا كلام مساء القاهرة ده كلام صحيفة The National الإماراتية الناطقة بالإنجليزية اللي قالت في تقرير ليها أن إزالة بعض الأحياء في القاهرة بيجي ضمن مخطط حكومي يقوده الصندوق السيادي بهدف تسييل الأصول تعالوا كده نشوف ونفهم يعني إيه تسييل ويعني إيه إزالة وليه علاقة بالمضادة صحيفة إماراتية The National تكشف لماذا يقدم السيسي على إزالة أحياء بالقاهرة كشفت صحيف The National الإماراتية الناطقة بالإنجليزية أسباب إقدام السيسي على إزالة أحياء بالقاهرة وأكدت أن مخطط الحكومة يقوده صندوقها السيادي بهدف تسييل الأصول فيما أكد خبراء من جانبهم أن الأزمة المالية التي تمر بها مصر الآن تجعل الحكومة تقوم باستكشاف جميع الخيارات المتاحة للخروج منها وأوضحت أن السلطات المصرية قررت إعادة توظيف المباني القديمة وإعادة تشكيل المناطق الحيوية في القاهرة من خلال إنشاء مباني سكنية فاخرة ومطاعم راقية ومراكز ثقافية فضلا عن تمهيد الطريق لجعل مصر مركز إقليمي للشركات النشاء وبدأت التغيرات بالفعل مع مبنى مجمع التحرير الضخم أحد أشهر مباني العاصمة المصرية واللي بيعود تاريخه لـ 51 ويوصف بأنه رمز للروتين الحكومي بعد أن انتقلت ملكية المجمع للصندوق السيادي تدرس الحكومة في الوقت الحالي كيفية استغلاله بأفضل شكل ممكن من خلال التواصل مع عدد من الشركات والكلام ده بالفعل تم وتم بيع أو خصخصة مجمع التحرير لمجموعة شركات أمريكية وإماراتية فعلاقة عملية الإزالات اللي بتحدث الآن في المناطق الحيوية من القاهرة سواء كان في ألماظة مصر الجديدة الحي السادس والسابع مدينة نصر وهذه الأماكن الحيوية جدا ومثلث مسبيرو ومنطقة الأهرامات ونزلة السمان كل هذه المناطق حيوية وتريد الدولة أن تسيل هذه الأصول زي ما قال كده الدكتور محمود وهبة لما قرأنا مع حضراتكو دلوقتي البوستر بتاعه قال إن ممكن تكون الدولة معاها أصول كتير بالمليارات وبآلاف المليارات ولكن تعلن إفلسها ليه؟ لأن ما فيش سيولة في البنوك تحاول الدولة المصرية دلوقتي إنها تقوم بهذه العملية عملية التسيل إنها تبيع إنها تسيطر على الأماكن الحيوية دي وتبدأ بقى إنها تخصخصها وتنقلها للمستثمر الأجنبي عشان تحصل على هذه السيولة ولسه الغايد نهارده بلدوزر الهدم شغال في منطقة ألماظة رغم استغاسات الناس هناك لوقف الإزالات وتشردهم ويبدو إن الدولة المصرية ماضية قدما في تنفيذ اللي في دماغها وحفظة القاهرة تواصل إزالة عقارات شارع حسين كامل سليم في ألماظة ولكن لا حياة لمن تنادي حتى المطالبات اللي في البرلمان بوقف عمليات هدم الحي السادس والسابع في مدينة نصر برضو ما فيش استجابة لها من الحكومة وما زال البلدوزر مكمل في خطته النائبة مهى عبد الناصر تطالب بإلغاء قرار إزالة عمرات الحي السادس والسابع في مدينة مصر أتمنى إن تكون الصورة واضحة دلوقتي لأن الناس ممكن تسأل ليه يا جماعة بيتم هدم العمرات دي برغم إن هي ليست قديمة وبالتالي ليست آيلا للسقوط ولا فيها خطر على حياة الناس اللي سكنة فيها ولا حاجة دي مناطق مش عشوائية بل عكس مناطق في أرقى أحياء القاهرة فليه؟ ليه الحكومة مصرة على عملية الهدم؟ دلوقتي إحنا فهمنا من تقرير The National التابع للإمارات تمويل إماراتي يعني The National دي صحيفة إماراتية ناطقها بالإنجليزية بتقول إن ليه علاقة هذا الكلام بمحاولة الدولة تسييل أصولها هي دي الإدارة الوعية الفهمة للجمهورية الجديدة اللي بتقول ما تسمعوش كلام حد غيري واللي بتقول كل شوية 25 يناير هي السبب في كل المشاكل وتطلع تقول للناس تصبروا وسكتوا هو أنتوا درسين الموضوع اللي بتتكلموا فيه دا أنتوا فهمين الكلام اللي أنتوا بتقولوه دا هي دي الدولة اللي إحنا عايشين فيها بتورد البلد أو بتورد البلد يوم بعد يوم في مشاكل وديون ولما تيجي لحظة دفع الفواتير تنكر وتجذب وتتجمل وتشيل الموضوع للناس الغلابة وتقولهم إحنا بنستلف عشانكم لا أنت بتستلف عشان نفسك وعشان العاصمة الإدارية الجديدة والقطار والأصر الرئاسي والطائرة الرئاسية ملكة السماء القصر الطائر بدليل أن الناس بقت بتكحة راب دلوقتي وحالها يصعب على الكافر للأسف الشديد زي ما بيقولوا وأصبحوا بين غلاء فاحش ورواتب متدنية وتهديدات بالفصل من العمل وهدم منازل وتشريط في الشوارع وغيره 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 من الأشياء اللي بقت ضاغطة بشكل كبير على المجتمع ولذلك إحنا بنقول إحذروا من الانفجار الوضع الآن في أسوأ حالاته بالنسبة للناس والشارع المصري